إسرائيل تؤكد أن الاتفاق النووي لن يحصن إيران ضد هجماتها والأخيرة تتراجع عن رفض التعاون مع المفتشين الدوليين مقتل قائد داعش الأخير في سيناء في عملية مشتركة بين الجيش المصري والقبائل بينهم الناجي الوحيد من منفري هجمات فاريس القضاء البليجيكي يبدأ محاكمة المتهمين باعتداءات مطار ومترو بلوكسال أهلا بكم مشاهدين إلى هذه النشرة من الحدث قال رئيس الموساد أن الاتفاق النووي لن يمنع إيران من المضي ببرنامجها على المدى الطويل موضحا أن الاتفاق سيمنح إيران شرعية دولية خلال مضيها بالبرنامج النووي لكنه أكد أن الاتفاق النووي لن يمنح إيران ومسؤوليها الحصانة ضد عملية الموساد كلام رئيس الموساد تزامن مع إعلان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني استعداد إيران للتعاون مع مفاتشي الوكالة الدولية للطاقة الدرية مضيفا أن الوكالة يجب أن لا تخضع لضغوط إسرائيل وفي فيينا يبشر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الدرية اجتماعه الفصلي اليوم لمدة أسبوع حيث يتصدر الملف النووي الإيراني ومحطة زابوريجيا النووية جدول الأعمال وبحسب معلومات حصلت عليها الحدث فإن الاجتماع سيبحث تقرير الأمين العام للوكالة الدولية حول استمرار إيران بزيادة نسبة التخصيب اليورانيوم مراسلة الحدث أفادت أيضا بأن قد يكون هناك بيان غربي مشترك يدعو طهران للتعاون في تحقيق الوكالة والذي تشترط إيران إغلاقه لكي توقع على الاتفاق النووي إلى ذلك يبدأ وزير الدفاع الإسرائيلي بني جانس اليوم زيارة للولايات المتحدة للمرة الثانية خلال أسبوعين حيث سيلتقي الأمين العام للأمم المتحدة ومندوبة الولايات المتحدة وسفراء الدول الأوروبية لإقناعهم بما تصف إسرائيل بخطورة العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران وسيعرض عليهم معطيات من تقرير استخبارتي يتعلق بأنشطة إيران النووية مؤخرا زيارة جانس لنيويورك تتزامن مع لقاء سيجري الرئيس الوزراء الإسرائيلي إيل لابيد في ألمانيا مع المستشار الألماني أولاف شولتس حيث أكد لابيد أن زيارته إلى ألمانيا تسعى لتنسيق المواقف بشأن البرنامج النووي الإيراني والانتهاء من التفاصيل الخاصة بوثيقة تعاون استراتيجي واقتصادي وأمني بين البلدين في ضربة قاسمة لتنظيم داعش في سيناء تمكن اتحاد القبائل بمعاونة الجيش المصري من قتل آخر قائد للتنظيم ونائبه بشمال سيناء أمس مصدر قبلي أعلن مقتل القائد الأخير لتنظيم داعش ومساعده الملقب بوزير الحرب في جهود مشتركة لأبناء القبائل والجيش وخلال دهم وكر للتنظيم في شمال سيناء أصفرت الاشتباكات مع ناصر داعش عن مقتل كل من أحمد سليمان عودة والملقب بالشايب وهو قائد التنظيم ويونس سليم سالم نائب الأمير والمعروفة بوزير الحرب وهما من الرعيد الأول للجماعات المتطرفة كان الجيش المصري وبمعاونة أبناء اتحاد قبائل سيناء قد تمكن خلال الشهور الماضية من تصفية داعشي فلسطيني يكن بأبي يحيى الغزاوي تسلل من قطاع غزة لشمال سيناء أعدم تنظيم داعش ستة عناصر من قوات سوريا الديمقراطية وألقى بجثثهم قرب طريق الخرافي الواصل بين محافظتي الحسكة ودير الزور المرصد السوري لحقوق الإنسان أوضح أن عناصر قصد أعدموا ميدانيا بعد اختطافهم قرب قرية رويش الدفيري في دير الزور الشمالي ووفقا لرواية داعش فإن أعدام التنظيم لعناصر قصد الستة جاء ردا على عملية الإنسان والأمن التي تستدف خلايا داعش في مخيم الهول كما قتل عنصر بقوات النظام السوري وأصيب ثلاثة آخرون في هجوم لتنظيم داعش على موقع عسكري للنظام في بادية حمص الشمالية الشرقية وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان فإن داعش شن هجوما آخر على نقطة عسكرية للنظام في منطقة الكدير بالريف الرقة وما أسفر عن إصابة عنصر من قوات النظام يبدأ أو بدأ القضاء البلجيكي محاكمة المتهمين بهجمات مطار ومترو بروكسيل في مارس 2016 التي أدت لمقتل 32 شخصا وإصابة العشرات إذ باشرت محكمة جنيا بروكسيل عملها بجلسة مقررة ليوم واحد لتسوية قضايا إجرائية وخصوصا تسلسل مثول الشهود في الهجمات التي تبنها تنظيم داعش فيما يتوقع أن تدوم المحاكمة عشرة أشهر من جهة أخرى أفادت وسائل الأعلام بلجيكية أن عدد من المحامين عن المتهمين العشر يعتزمون الاحتجاج على ظروف مثول موكلهم في أقفاص فرضية مغلقة من بين المتهمين في هذه القضية الفرنسي أصلاح عبد السلام العضو الوحيد من منفذي هجمات باريس في نوفمبر من العام 2015 الذي ظل على قيد الحياة واشترك بعد خمسة أشهر في تخطيط وتنفيذ هجمات بروكسيل مع دات الخلية الدعيشية قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيل صالح أنه بحث أمس في قطر مع أميرها الشيخ تميم بن حمد الثاني المسجدات الراهنة في ليبيا بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية صالح نقل عن أمير قطر تأكيده خلال الاجتماع على موقف قطر تجاه الشعب الليبي ودعم خياراته من أجل وحدة ليبيا واستقرارها أظهر الصور وزعها ديوان الأميري القطري حضور بالقاسم نجل المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الاجتماع الذي قالت وكلة الأنباء القطرية الرسمية أن صالح أطلع الأمير خلاله على آخر تطورات الأوضاع في ليبيا هذا ويزور الرئيس حكومة الوحدة الليبية المنتهية ولايته عبد الحميد الدبيبة السنغال على رأس وفد وزاري للقاء رئيسها الرئيس الحليل للاتحاد الأفريقي تأتي الزيارة عقب تعيين السنغالي عبدالله باتيلي رئيسا لبعثة الأمم المتحدة والمبعوث الأممي الخاص لدى ليبيا الذي سبق واعترض الدبيبة عليه من المقرر أن يبحث الرئيس السنغالي مع الدبيبة الأزمة في ليبيا وخارطة طريق الانتخابات وجهود المصالحة الأفريقية بما في ذلك عقد مؤتمر للمصالحة برعاية الاتحاد الأفريقي تصدر مشهد ظهور الأميرين ويليام وهاري معا برفقة زوجتيهما كيت ميدلتون وميغين ميركل في وينسر عنوين الصحف البريطانية بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية اعتبرت أن الحزن جمع شملهم في إشارة للتغير الذي قد يجرى على العائلة الملكية ما بين معترك أحزانهم على الملكة الراحلة ومراسيم ملكية بتنصيب تشارلز الثالث ملكا على بريطانيا يعيش المدنيون مشاعر معقدة في بلد يشهد حقبة تاريخية وعهدا مختلفا هنا بدت التساؤلات تطفو وتقارن بينهما إليزابيث وتشارلز الذي ارتدى عباءة الملك وتسلم إرثها لتصبح كل من المملكة المتحدة وأربع عشرة دولة تحت سلطته تفاؤل شهده البريطانيون مع قدومه فيما ضجت الصحف المحلية بالأربعين دقيقة التي ظهر فيها الأشقاء هاري وويليام برفقة زوجتيهما حينما اجتمعوا على الوداع ففي النوائب تضع الخلافات جانبا صحيفة The Mail on Sunday في أولى صفحاتها أشارت إلى أن الحزن لما شملهم أمام قصر وينتسور مشهد تصدر العناوين خاصة وأن أركانه لم تكتمل منذ عامين أما صحيفة الانديبندنت قالت إن الأخوين اجتمعا على بكاء الجدة حتى إن صحيفة The Sun عنونت أفراد العائلة المالكة المتناحرة باتوا أربعة في واحد وتابعت في مقالها أن هذا المنظر يسعد المالكة وهي في السماء وعلى ما يبدو فإن أفراد العائلة المالكة قد يصلحون العلاقات خاصة وأن تشارلز أعرب عن حبه لهاري وميغان في أول خطاب له من قصر باكينجهام لكن صحيفة The Sun ذهبت إلى رأي مختلف محذرة من أنه لم يكن إلا هدنة مؤقتة فجروح الماضي لم تلتأم أي أن الخلاف الذي شب بينهما ما زال قائما وبموجب استلام الجد العرش أصبح من حق أبناء هاري وميركل أن يمنح الألقاب الملكية تلقائياً وفق البروتوكولات التي يعود تاريخها إلى الملك جورج الخامس إسراء الصغير الحدث تربط إسكتلندا وبريطانيا علاقات تعود إلى قرون نالت اهتمام ملوك بريطانيا خاصة الملكة الراحلة إليزابيث الثانية التي كان لها مواقف خاصة من إسكتلندا بينها الاستفتاء للاستقلال العلاقة بين التاج البريطاني وأقليم إسكتلندا تتجاوز بمراحل ما جاء في هذا الفيلم الشهير وخاصة في عهد الملكة الراحلة إليزابيث الثانية والعهد الجديد لخليفتها تشارز الثالث الذي ظهر عشرات المرات مرتدياً التنورة الإسكتلندية الشهيرة إسكتلندا واحدة من أربع دول تشكل معاً المملكة المتحدة هي إنجلترا، إسكتلندا، وويلز، وإيرلندا الشمالية ورغم توحيد البلدين في العام 1707 إلا أن إسكتلندا حافظت بشكل كبير على هويتها الخاصة بل وسعت للحصول على الاستقلال من خلال استفتاء في عهد الرئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون لكن الغالبية تصوتت لصالح البقاء ضمن التاج البريطاني الملكة إليزابيث الثانية التي توفيت في قصرها المفضل في بالمورال كانت لها مواقف خاصة من إسكتلندا فهي لم تتغيب أبداً عن قضاء العطل والمناسبات العائلية في قصر بالمورال حتى وسط السجالات السياسية الحادة بشأن مستقبل إسكتلندا وهي عبرت خلال تلك الأزمات عن ثقتها بأن الإسكتلنديين سيتوحدون بروح من الاحترام المتبادل وأن نتيجة الاستفتاء سيتم احترامها في كل المملكة المتحدة مهما كانت المعركة السياسية التي شهدتها سكتلندا حول الاستقلال ربما تؤجج مشاعر متضاربة سيخففها تفهم مشاعر الآخرين أهمية سكتلندا للتاج انعكست أيضاً في صياغة خطة خاصة للتعامل مع وفاة الملكة في حال كانت الوفاة في سكتلندا الخطة التي سميت بخطة يونيكون تشمل نقل الجثمان من قصر بالمورال إلى قصر هولي رودهاوس في أدنبرا المقر الرسمي للملك البريطاني في سكتلندا هناك سيزجى الجثمان اليومين لإعطاء الفرصة للمشيعين لإلقاء النظرة الأخيرة عليه كما تقام عليها صلوات يحضرها الملك وبعدها ينقل الجثمان إلى لندن حيث مثواها الأخير جاسم محسن العربية ختم هذه النشرة مشاهدينا إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر كان يوماً طبيعياً أو يبدو كذلك لا شيء يختلف انتظار انشغال وسكون كانت لحظة تسبق الخبر بقليل ثم يبدأ حدث يؤثر على حياة الناس تفاصيل تختلف قصص تتشابه ويبقى الإنسان محور الحدث الآن وفي كل مكان من العالم وفي كل الوقت حدث يغير شيئاً ما في حياة أناسه في قرارات قادة وفي مصاري دول لأنه لكل خبر تداعيته تابع الحدث في مكانه وزمانه اسرائيل تؤكد أن الاتفاق النووي لن يحصن إيران ضد هاجماتها والأخيرة تتراجع عن رفض التعاون مع المفتشين الدوليين مقتل قائد داعش الأخير في سيناء في عملية مشتركة بين الجيش المصري والقبائل بينهم الناجي الوحيد من منفذي هجمات باريس القضاء البلجيكي يبدأ محاكمة المتهمين باعتداءات مطار ومترو بروكسل أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النشرة قال رئيس المساد أن الاتفاق النووي لن يمنع إيران من المضي ببرنامجها على المدى الطويل موضحا أن الاتفاق سيمنح إيران شرعية دولية خلال مضي بالبرنامج النووي لكنه أكد أن الاتفاق النووي لن يمنح إيران ومسؤوليها الحصانة ضد عمليات المساد كلام رئيس المساد تزامن مع آلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني استعداد إيران للتعاون مع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الدرية مضيفا أن الوكالة يجب أن لا تخضع لضغوط إسرائيل وفي فيينا يبشر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الدرية اجتماعه الفصلي اليوم لمدة أسبوع حيث يتصدر الملف النووي الإيراني ومحطة زابوريجيا النووية جدول الأعمال بحسب معلومات حصلت عليها الحدث فإن الاجتماع سيبحث تقرير الأمين العام للوكالة الدولية حول استمرار إيران بزيادة نسبة تخصيب اليورانيوم مرسرة الحدث أفادت أيضا بأنه قد يكون هناك بيان غربي مشترك يدعو طهران للتعاون في تحقيق الوكالة والذي تشترط إيران إغلاقه لكي توقع على الاتفاق النووي إلى ذلك يبدأ وزير الدفاع الإسرائيلي بني جانس اليوم زيارته للولايات المتحدة للمرة الثانية خلال أسبوعين حيث سيلتقي الأمين العام للأمم المتحدة ومنذوبة الولايات المتحدة وسفراء الدول الأوروبية لإقناع بما تصف إسرائيل بخطورة العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران سيعرض عليه معطيات من تقرير استخبارتي يتعلق بأنشطة إيران النووية مؤخرا زيارة جانس لنيويورك تتزامن مع لقاء سيجريها رئيس الوزراء الإسرائيلية إيل لابيد في ألمانيا مع المستشار الألماني أولاف شولز حيث أكد لابيد أن زيارته إلى ألمانيا تسعى لتنسيق المواقف بشأن البرنامج النووي الإيراني والانتهاء من التفاصيل الخاصة بوثيقة تعاون استراتيجي واقتصادي وأمني بين البلدين لهجة بدت أكثر حسما تجاه طهران هذه المرة كان مصدرها أوروبا في بيان ثلاثي شككت فيه لندن وبرلين وباريس بالتزام إيران إعادة إحياء الاتفاق النووي محملين إياها مسؤولية إفشال المحادثات إسرائيل بدت راضية عن الخطوة الأوروبية وشكر رئيس وزرائها البلدان الثلاثة على ما وصفه بالموقف الحازم في المفاوضات النووية لابيد قال أيضا إن إسرائيل زودت شركاءها الأوروبيين بمعلومات استخباراتية عن أنشطة إيران النووية مؤكدا أن هناك مؤشرات على نجاح حملة إسرائيل التي تهدف لمنع الاتفاق النووي ووقف رفع العقوبات عن إيران إسرائيل تقوم بحملة دبلوماسية ناجحة لصد الاتفاق النووي ولمنع رفع العقوبات عن إيران هذا العمل لم ينتهي بعد والطريق لا يزال طويلا ولكن هناك مؤشرات إيجابية بريطانيا وألمانيا وفرنسا وصفت الوضع الحالي لتوسيع البرنامج النووي الإيراني بأنه يفتقر إلى مبررات مدنية وأعلنت أنه بسبب ما قامت به طهران وإفشالها إبراما الاتفاق فإنها ستتشاور مع شركائها حول أفضل طريقة لمواجهة تصعيد التوتر وتهديدات إيران النووية إيران إذن تتحمل وفق أوروبا مسؤولية عدم انتهاز فرصة دبلوماسية حاسمة أما الرد الإيراني فقد جاء مستنكرا ورافضا للبيان الأوروبي الذي وصفته طهران بغير البناء ملف إنقاذ الاتفاق النووي عاد للمربع الأول وسط توقعات بأن تكون هناك محاولة للعودة إليها بعد انتهاء الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأمريكية كشف حادث سير وقع على طريق حمص طارتوس بسوريا عن عملية تهريب ضخمة للمخدرات بحسب ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان فبعد وقوع الحادث تم العثور على كمية كبيرة من المواد المخدرة داخل سيارة نقل كانت معدل التهريب بالقرب من الحدود اللبنانية تقدر كمية المخدرات بنحو ثلاثة ملايين حبة كابتاجون واثنين طن من الحشيش واضاف أيضا المرصد أن الميليشيات الإيرانية تستمر بإدخال أنواع جديدة من المخدرات إلى سوريا والاتجار بها وتصديرها من سوريا إلى لبنان والأردن وتركيا مشيرا إلى أن مناطق سيطرات النظام تنتشر فيها أيضا الكثير من معامل تصنيع المخدرات تحت إشراف ميليشيا حزب الله مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن أشار في مقابلة مع الحدث إلى تقرير يكشف مصانع المخدرات التي أنشأها حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني داخل مدن دير الزور والميادين والبوكمال نحن تحدثنا بتقرير مفصل في دير الزور عن مصانع مخدرات أنشأها حزب الله والحرس الثوري الإيراني داخل مدينة دير الزور والميادين والبوكمال ونشرنا تقرير الأول عن هذا الأمر ونحن نشر التقرير الثاني عن طريق ترويج المخدرات من قبل حزب الله والحرس الثوري الإيراني في مقابلة دير الزور ولاحقا عن المغابر التي تنتقل منها هذه المخدرات رد على تقرير المرصد قام حزب الله ووجه أوامره لعناصره أو للعناصر الموالدة له من قوات الأمن باعتقال خمسة أشخاص في مدينة دير الزور ثلاثة في مدينة الميادين وشخفين في البوكمال في إطار الاعتقالات المستمرة خوف من انكشاف هذه المصانع نحن لدينا الآن في المرصد صور تظهر بعض هذه المصانع التي تحدثنا عنها التابعة لحزب الله لماذا لم يكن هناك أي تحرك؟ من قبل النظام السوري أي أن النظام السوري هو غير قادر على فعل شيء يعني المفارقة المضحكة بالتزامة مع انزيار بشار الأسد يوم أمس في حمص كان انكشاف هذه الشحنة المخدرات وبشار الأسد كان على بعد مئات الأنتار من منزل الطفلة جواء التي قتلت نتيجة صراع المخدرات في حمص في ضربة قاصمة لتنظيم داعش في سيناء تمكن اتحاد القبائل بمعاونة الجيش المصري من قتل آخر قائد للتنظيم ونائبه بشمال سيناء أمس مصدر قبلي أعلن مقتل القائد الأخير لتنظيم داعش ومساعده الملقب بوزير الحرب في جهود مشتركة لأبناء القبائل والجيش خلال الدهم وكر للتنظيم في شمال سيناء أسفرت الاجتباكات مع ناصر داعش عن مقتل كل من أحمس سليمان عودة والملقب بالشايب وهو قائد التنظيم ويونس سليم سالم النائب الأمير والمعروف بوزير الحرب وهما من الرعيل الأول للجماعات المتطرفة كان الجيش المصري وبمعاونة أبناء اتحاد قبائل سيناء قد تمكن خلال شهور الماضية من تصفية داعشيا فلسطينيا يكن بأبي يحيى الغزاوي تسلل من قطاع غزة لشمال سيناء أعدم تنظيم داعش ستة عناصر من قوات سوريا الديمقراطية وألقى بجثثهم قرب طريق الخرافي الوصل بين محافظتي الحسكة ودير الزور المرصد السوري لحقوق الإنسان أوضح أن عناصر قصد أعدمه ميدانية بعد اختطافهم قرب قرية رويشت في ريف دير الزور الشمالي وأفقى لرواية داعش فإن أعدم التنظيم لعناصر قصد الستة جاء ردا على عملية الإنسانية والأمن التي تستهدف خلايا داعش في مخيم الهول كما قتل عنصر بقوات النظام السوري وأصيب ثلاثة آخرون في هجوم لتنظيم داعش على موقع عسكري للنظام في بادية حمص الشمالية الشرقية وأفقى للمرصد السوري لحقوق الإنسان فإن داعش شن هجوما آخر على نقطة عسكرية للنظام في منطقة الكدير بريف الرقة وهما أسفر عن إصابة عنصر من قوات النظام بدأ القضاء البلجيكي محاكمة المتهمين بهجمات مطار ومترو بروكسيل في مارس 2016 التي أدت لمقتل 32 شخصا وإصابة العشرات انباشرت محكمة جنيان بروكسيل عملها بجلسة مقررة ليوم واحد لتسوية قضايا إجرائية خصوصا تسلسل مثول الشهود في الهجمات التي تبنىها تنظيم داعش فيما يتوقع أن تدوم المحاكمة عشرة أشهر من جهة أخرى أفدت وسائل الإعلام بلجيكية أن عدد من المتهمين العشرة يعتزمون الاحتجاج على ظروف مثول موكليهم في أقفاص فرضية مغلقة من بين المتهمين في هذه القضية الفرنسي صلاح عبد السلام العضو الوحيد من منفذ هجمة باريس في نوفمبر من العام 2015 الذي ظل على قيد الحياة واشترك بعد خمسة أشهر في تقضيط وتنفيذ هجمة بروكسيل مع دات الخلية الداعيشية هذا ويزور رئيس حكومة الوحدة الليبية المنتهية ولايتها عبد الحميد دبيبا سنغال على رأس وفد وزاري للقاء رئيسها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي تاتي الزيارة عقب تعيين السنغالي عبدالله باتيلي رئيسا لبعثة الأمم المتحدة والمبعوث الأممي الخاص لدى ليبيا الذي سبق واعترض الدبيب عليه من المقرر أن يبحث الرئيس السنغالي مع الدبيب الأزمة في ليبيا وخارطة طريق الانتخابات وجهود المصالحة الأفريقية بما فيها عقد مؤتمر للمصالحة برعاية الاتحاد الأفريقي في الشأن اليمني حمل رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي المجتمع الدولي تابعات ما وصفه بالتراخي إزاء ممارسات ميليشيات الحوثي وتدعيات ذلك على فرص السلام وأمن المنطقة والعالم وخلال لقاء العليم مع المبعوث الأمريكي لليمن تيم ليندر كينغ والسفير الأمريكي لدى اليمن المبعوث الأمريكي لليمن أشاد بقرارات الحكومة التي تتضمن تسهيل دخول سفن المشتقات النفطية لموانئ الحديدة رغم عراقي الميليشيات الحوثي في السودان قرر العاملون في قطاع الكهرباء تنفيذ إضراب شامل بدءا من اليوم وتخفيض الطيار بنسبة 40% يأتي الإضراب على خلفية مطالبات العاملين في قطاع الكهرباء بإجازة الهيكل الراتبي الجديد الذي أعدته لجنة منهم حددت محكمات في السودان الأحد المقبل لعقد أو حضدت لعقد جلسة أخرى لاستجواب وداد باباكر زوجة الرئيس المعزول عمر البشير قبل أن يتم توجيه الاتهام أو عدمه ومن ثم سماع قضية الدفاع والشهود وقد أنهت محكمة جنيات جرائم الفساد والسراء الحرام النظر بقضية الاتهام في القضية الخاصة بباباكر التي يعرفها السودانيون بالهانم إذ تواجه اتهاما بامتلاك عقارات وأراضي زراعية وسائل العالم السودانية قالت أن مهندسا جيولوجيا يعمل بهاية المواصفات والمقاييس مثل مثل بوصفي آخر شهود الاتهام في القضية أمام المحكمة أمس رفع جنود أوكرانيون علم بلادهم في عدد من المناطق التي استعدوها من القوات الروسية بشمال شرق منطقة خاركيف وفقا لأحد العسكريين الأوكرانيين فإن أحد الأعلام التي رفعت كان في مدينة إزيوم التي كانت مركزا مهمة للقيادة والإمداد للجمع الشمالية لروسيا للمرة الأولى روسيا تعلن سحب قواتها من مناطق شمال الشرقي أوكرانيا الجيش الأوكراني استعد مناطق تتجاوز مساحتها الإجمالية 3000 كم مربع منذ مطلع سبتمبر تطور لافت بعد شهور من ميل كفة القتال لصالح روسيا لكن الجيش الروسي لا يقر بالهزيمة بل يتحدث عن تراجع استراتيجي لأغراض عسكرية من أجل تحقيق أهداف العمليات العسكرية الخاصة لتحرير دونباس تم اتخاذ قرار بإعادة تجميع القوات الروسية المتمركزة في منطقتين بلاكيليا وإزيوم لبناء الجهود في اتجاه دونياتسك لهذا الغرض تم تنفيذ عملية استغرقت ثلاثة أيام لتقليص وتنظيم نقل قوات إيزيوم وبلاكيليا إلى أراضي جمهورية دونياتسك الشعبية مدن وعشرات البلدات استرجعتها أوكرانيا مدينة إيزيوم عقدة المواصلات الرابطة بين الشمال الشرقي وجنوب أوكرانيا كانت من بينها ووفق التقارير الغربية فالقوات الأوكرانية حققت إنجازا عسكريا عبر عنصري المفاجأة ونقاط الضعف الروسية والتي مدتها بها الاستخبارات الغربية كلمة سر ما سميت بالضربة الأوكرانية في الشرق كانت خرسون جنوبا حيث توعدت كييف بشن هجوم مضاد لاستعادة السيطرة على منطقة خرسون الاستراتيجية ما دفع بموسكو لتعزيز دفاعاتها في الجنوب تاركة فراغا في الشرق لتأتي المفاجأة بالتقدم الأوكراني نحو خاركيف لكن لا يبدو أن مدة الانسحاب الروسي من تلك المناطق ستطول ففي الشرق الأوكراني يكمن الهدف الروسي المعلن من حربها وبحسب مراقبين فأن المعركة لم تنتهي والتخلي الآن سيضرب طموح الرئيس الروسي بسيطرة على كافة أراضي أقليم دونباس حيث جمهورية دونيتس واللوغانسك الانفصالية حنان المصري الحدث موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وكانت محكمة جنيات الجيزة أصدرت أول حكم بإعدام عضو هيئة قضائية في مصر على المستشار أيمن حجاج بعد إدانته بقتل زوجته المديعة شيماء جمال بمساعدة شخص آخر التنفيذ سيتأخر حتى البت في الطعن خلال ستين يوماً وحتى قضاء المتهمين عقوبة بالسجن لمدة سنة مع الشغل نظراً لإدانتهما بسرقة متعلقات مغدورة حاكمت المحكمة حضورياً أولاً بمعاقبة المتهمين أيمن عبد الفتاح محمد السيد مصطفى وحسين محمد إبراهيم الغربلي بالإعدام شنقاً عما أسد إليهما بعد ورود رأي مفتي الديار المصرية الذي أيد حكم المحكمة صدر الحكم الأول في تاريخ القضاء المصري بإعدام أحد أعضاء الهيئة القضائية بتهمة القتل بمساعدة آخر نال أيضاً حكم الإعدام هكذا استقبلت والدة المغدورة الخبر بعدما منعت من حضور الجلسات بسبب انفلاث أعصابها في مرات سابقة واجهت فيها المتهمين أنا النهاردة هطلع دلوقتي حالاً على المقابر بتاع بنتي أعود بقيت اليوم هناك عندها وفرحها أن أنا لا يبارك فيك أفرحها أن أنا أم وجابت لك حقك لتاني مرة وينتظر أن يتم الطعن على الحكم تبقى للقانون الطعن بالنقد هو المصلحة العدالة مش لمصلحة المتهمين أي أنه درجة من درجات التقاضي لربما يكون فيه متهم آخر بري وبالتالي إحنا طبعاً مع العدالة المنصفة والناجزة وأيضاً العدالة محامو الدفاع يتحدثون عن وجوب قبول الحكم بالنقد نظراً لأن القضاء لم يستوفي مطالبهم خلال الجلسات الدفاع طلب طلبات في محضر الجلسة هذه الطلبات لم تستجب لها المحكمة فبالتالي ده يعتبر سبب كافي لقبول النقد الشرع المصري تعطف مع أسرة المغدورة والتف حولها كثيرون خلال حضور الجلسات وغالبيتهم أبدوا رضاهم عن الحكم في ناس كتير كانت فاكرة أن على الساس أنه هو راجل في السلطة وراجل في القضاء فممكن أنه يفلت من العقوبة أو كذا ودد القانون يا فن الكل سوسية قدام القانون واحدة من التهم الموجهة للقاضي وشريكه تتعلق بسرقة مقتنيات المغدورة الأمر الذي استوجب الحكم بسنة في السجن أي أنه حتى لو رفض الطعن لن يتم تنفيذ حكم الإعدام إلا بعد قضاء مدة العقوبة ينتظر التوأم السيامي العراقي عمر وعلي دورهما في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بالرياض لإجراء عملية فصلهما بعد أن وصل إلى السعودية يوم أمس برفقة والديهما يتوقع أن تجرى عملية الفصل بعد شهرين عمر وعلي التوأم السيامي العراقي يدخلان ضمن قائمة الفريق الطبي لفصل التوائم السيامية بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بالرياض بعد تخوف مستشفيات في المنطقة من إجراء عملية الفصل التصاق عمر وعلي يكمن في منطقة الكبد والأمعى بيد أن الفحوص الطبية الأولية التي سيجريها المستشفى حاليا ستؤكد مناطق الالتصاق لهما التي ستتضح نتائجها بعد أسبوعين الحمد لله الطفلين عمر وعلي تم فحصهم سريريا ثبت استقرار العلامات الحيوية لهم تم أيضا مراجعة التقارير الطبية المرفقة معهم وتم أخذ التاريخ المرضي مع الأبوين وبإذن الله الأمور مطمئنة صراحة ولدات توأم السيامي متفائلان بنجاح العملية فهما لم يتوقعا أن تنهى إجراءاتهما خلال مدة وجيزة حتى يصلا إلى السعودية إن شاء الله هنا في هذه المستشفى حالتهم جيدة لأن هذه مهمة مؤولة عملية تنجح وإن شاء الله يقومون الصحة والسلامة على إيد الدكتور عبدالله الربيعة والفريق الطبي الفريق الطبي المعتاد على فصل التوائم سبق وأن قام بفصل حالات مشابهة وأكد أن عملية الفصل ستتم في الوقت المناسب بعد نتائج الفحوص الحيوية والطبية لقناة الحدث هانس فيان الرياض تواصل فرق الإنقاذ والإغاثة عمل في المناطق المتضررة جراء فيضانات باكستان حيث غمرت الفيضانات مزيدا من القرى في أقليم السنة الجنوبية البلاد أكثر الأقليم تضرورا جراء الفيضانات فريق الحدث زار مقاطعة غامشورو وأعد التقرير التالي فيضانات باكستان تغرق وتحاصر المزيد من القرى وتهدد أخرى فريق العربية رافق إحدى فرق الإنقاذ التابعة للجيش في ضواحي مدينة سيون لا تبدو المهمة سهلة فالأضرار التي لحقت بالبنية التحتية لا سيما النقل والاتصالات في المناطق المتضررة كما أن اختفاء تضاريسها يعوق الوصول إلى المتضررين على الروم من مرور أكثر من ثلاثة أشهر على الأمطار الغزيرة والفيضانات التي تشهدها باكستان فلا تزال عمليات الإغاثة والإنقاذ متواصلة فريق الإنقاذ عثر على إحدى الأسر وقد تقطعت بها السبل وسط المياه في البداية أصرت الأسرة على عدم الرحيل دون ممتلكاتها فهذه الممتلكات وإن بدت متواضعة فهي تعني الكثير لهؤلاء تسد رمقهم وتسترهم وتغنيهم عن السؤال لكنها رضخت في النهاية على نقل أفرادها على دفوعات نحن محاصرون في المياه منذ أربعة أيام وهذه المرة الأولى التي تأتينا فرق الإنقاذ فقد ارتفع منسب المياه ولم نستطع المغادرة قرى أخرى مهددة بالفيضانات لم ينتظر سكانها مساعدة السلطات فقرروا تعزيز السواتر الترابية لمنع وصول مياه الفيضانات إلى قراهم وبجهود ذاتية سمعنا تحضيرات كثيرة لكن لم يأتي أحد لمساعدتنا أو إجلائنا ونحاول رفع هذا الساتر الترابي لمنع الفيضانات من الوصول إلى قريتنا فلقد خسرنا الكثير من المواشي والمحاصيل وعلينا الاعتماد على أنفسنا فهذه الأراضي الزراعية والمواشي مصدر دخل معظم سكان باكستان بل وقوتها فبالإضافة إلى الدمار الذي لحق بملايين الفدادين الزراعية يقدر عدد المواشي التي نفقت بنحو ثمانمائة ألف رأس وهنا يحاول البعض إنقاذ ما تبقى لهم يفرون بمواشيهم إلى أي يابسة تعصمهم من الماء عبد الرحمن مزيني الحدث إقليم السند يتوجه ملك بريطانيا تشارلس الثالث إلى إدنبرا للانضمام إلى أشقائه عندما ينقل نعش والدته الراحلة الملكة إليزابيث الثانية في موكب من أحد قصورها الإسكتلندية إلى كاتدرائية تاسين جيلس التاريخية في المدينة قبل السفر إلى إسكتلندا سيتوجه الملك الجديد إلى البرلمان البريطاني لحضور مرسم تقليدية أخرى حيث سيقوم بإلقاء كلمة من جهة أخرى سيتمكن الألاف من المعزين من المرور أمام النعش الملكة إليزابيث الثانية على مدار الساعة من مساء الأربعاء حتى وقت مبكر من يوم جنازتها الرسمية يوم التسع عشر من سبتمبر والتي سيحضرها زعماء العالم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر هل كانت الملكة إليزابيث آخر أركام بريطانيا العظمى؟ وبرحيلها سيتفكك الاتحاد ويتحول إلى جمهوريات؟ سيناريو تطرح العديد من التحليلات أخرى تقرير لصحبات وون سري جيرنل رأى أن وفاة الملكة يمكن أن تسرع الجهود التي تبدلها بعض الدول لإعادة تقييم علاقاتها مع التاج البريطاني دول ترفض منذ فترة طويلة أن يكون لها حاكم أجنبي كرئيس ترى أن علاقتها مع النظام الملكي التي نشأت مع الاستعمار يجب أن تنتهي فالملك تشارلس الأقل شعبية من والدته بحسب الصحيفة هو الآن على رأس أربع عشرة دولة إضافة إلى المملكة المتحدة وبعد وفاة الملكة أصبح للنشطين الجمهوريين فرصة للدفاع عن موقفهم دون أن ينظر لهم على أنهم يهينون ملكة محبوبة نقلت الصحيفة عن نشطاء بالحركة الجمهورية في نيوزيلندا وأستراليا اعتقدهم بأن الأيام المقبلة ستشهد تغيرات وأن أيام الملكية قد تكون معدودة في المقابل يرى بعض مؤيدي النظام الملكي في أستراليا أنهم ليسوا قلقين بشأن المستقبل وأن الأستراليين سيفضلون في النهاية الاستقرار الذي يوفره النظام الحالي ختم هذه النشرة تابعوا قناة الحدث على منصة التواصل الاجتماعي وأيضا على الحدث دوت نت إلى اللقاء تابعوا قناة الحدث done وصل رئيس وعضاء مجلس القيادة لأسراليين من قبل في اليمن للعاصمة المؤقتة عدد عقدت الحكومة اليمنية أول اجتماعاً لها بحضور شميع أعضائها ما هي العقبات حتى تجعل المجلس الرئاسي يباشر مهامة؟ الواقع اليمني سيدتي مؤقت بشكل كبير قاعدة وداعش لا يعملان منفصلات عن الجماعة الحوثية نذهب إلى أحد الجبهات في محافظة حجة وفجلب مخطيات التاريخ أن الحوثي لن يسالم ما التخوفاتك من إعادة تشغيل مطار سرعة مرة المقفية؟ عداً على موعد يديل للقيام بدوريات تعاصمة مؤقتة نحن نعتقد أن الحوثي سيحاول المراوغة الآن كيف سيتعامل المجلس الرئاسي معه؟ أنا أتوقع الحوثيين سيكبرون على السلام هذه المرة برلمان ومجلس شورى ومجلس القيادة برأيك من أين ستكون البداية عالمنا في تحول دائم تتغير المعطيات فتختلف النتائج نصلح على حدث ونمسي على أخر ما يهمنا أن نبقى نقطة تواصلك مع الأحداث 24 ساعة من مكان الحدث من قلب الحدث بالثقة والتفاصيل التي تهمك حتى تقوم بالقرار السليم؟ عليك أن تحصل على المعلومات الصحية الحدث إسرائيل تؤكد أن الاتفاق النووي لن يحصن إيران ضد هجماتها والأخيرة تتراجع عن رفض التعاون مع المفتشين الدوليين مقتل قائد داعش الأخير في سيناء في عملية مشتركة بين الجيش المصري والقبائل بينهم الناجي الوحيد من منفري هجمات فاريس القضاء البلجيكي يبدأ محاكمة المتهمين باعتداءات مطار ومترو بلوكسال أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النشرة من الحدث قال رئيس المساد إن الاتفاق النووي لن يمنع إيران من المضي ببرنامجها على المدى الطويل موضحا أن الاتفاق سيمنح إيران شرعية دولية خلال مضيها بالبرنامج النووي لكنه أكد أن الاتفاق النووي لن يمنح إيران ومسؤوليها الحصانة ضد عملية المساد كلام رئيس المساد تزامن مع إعلان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني استعداد إيران للتعاون مع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الدرية مضيفا أن الوكالة يجب أن لا تخضع لضغوط إسرائيل وفي فيينا يبشر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الدرية اجتماعه الفصلي اليوم لمدة أسبوع حيث يتصدر الملف النووي الإيراني ومحطة زابوريجيا النووية جدول الأعمال وبحسب معلومات حصلت عليها الحدث فإن الاجتماع سيبحث تقرير الأمين العام للوكالة الدولية حول استمرار إيران بزيادة نسبة التخصيب اليورانيوم مراسلة الحدث أفادت أيضا بأن قد يكون هناك بيان غربين مشتركة يدعو طهران للتعاون في تحقيق الوكالة والذي تشترط إيران إغلاقه لكي توقع على الاتفاق النووي إلى ذلك يبدأ وزير الدفاع الإسرائيلي بني جانس اليوم زيارة للولايات المتحدة للمرة الثانية خلال أسبوعين حيث صيّل تقي الأمين العام للأمم المتحدة ومندوبة الولايات المتحدة وسفراء الدول الأوروبية لإقناعهم بما تصف إسرائيل بخطورة العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران وسيعرض عليهم معطيات من تقرير استخبارتي يتعلق بأنشطة إيران النووية مؤخرا زيارة جانس لنيويورك تتزامن مع لقاء سيجري الرئيس الوزراء الإسرائيلي إيل لابيد في ألمانيا مع المستشار الألماني أولاف شولتس حيث أكد لابيد أن زيارته إلى ألمانيا تسعى لتنسيق المواقف بشأن البرنامج النووي الإيراني والانتهاء من التفاصيل الخاصة بوثيقة تعاون استراتيجيا واقتصاديا وأمنيا بين البلدين في ضربة قاسمة لتنظيم داعش في سيناء تمكن اتحاد القبائل بمعاونة الجيش المصري من قتل آخر قائد للتنظيم ونائبه بشمال سيناء أمس مصدر قبلي أعلن مقتل القائد الأخير لتنظيم داعش ومساعدة الملقب بوزير الحرب في جهود مشتركة لأبناء القبائل والجيش وخلال دهم وكر للتنظيم في شمال سيناء أصفرت الاشتباكات مع ناصر داعش عن مقتل كل من أحمد سليمان عودة والملقب بالشايب وهو قائد التنظيم ويونس سليم سالم نائب الأمير والمعروفة بوزير الحرب وهما من الرعيد الأول للجماعات المتطرفة كان الجيش المصري وبمعاونة أبناء اتحاد قبائل سيناء خلال الشهور الماضية من تصفية داعشي فلسطيني يكن بأبي يحيى الغزاوي تسلل من قطاع غزة لشمال سيناء أعدم تنظيم داعش ستة عناصر من قوات سوريا الديمقراطية وألقى بجثثهم قرب طريق الخرافي الواصل بين محافظتي الحسكة ودير الزور المرصد السوري لحقوق الإنسان أوضح أن عناصر قصد أعدموا ميدانيا بعد اختطافهم قرب قرية رويش الدفيري في دير الزور الشمالي ووفقا لرواية داعش فإن أعدام التنظيم لعناصر قصد الستة جاء ردا على عملية الإنسان والأمن التي تستاذف خلايا داعش في مخيم الهول كما قتل عنصر بقوات النظام السوري وأصيب ثلاثة ناخرون في هجوم لتنظيم داعش على موقع عسكري للنظام في بادية حمص الشمالية الشرقية وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان فإن داعش شن هجوما آخر على نقطة عسكرية للنظام في منطقة الكدير بريف الرقة وما أصفر عن إصابة عنصر من قوات النظام يبدأ أو بدأ القضاء البلجيكي محاكمة المتهمين بهجمات مطار ومترو بروكسيل في مارس 2016 التي أدت لمقتل 32 شخصا وإصابة العشرات إذ باشرت محكمة جنيا بروكسيل عملها بجلسة مقررة ليوم واحد لتسوية قضايا إجرائية وخصوصا تسلسل مثول الشهود في الهجمات التي تبنها تنظيم داعش فيما يتوقع أن تدوم المحاكمة عشرة أشهر من جهة أخرى أفادت وسائل الأعلام بلجيكية أن عدد من المحامين عن المتهمين العشرة يعتزمون الاحتجاج على ظروف مثول موكلهم في أقفاص فرضية مغلقة من بين المتهمين في هذه القضية الفرنسية صلاح عبد السلام العضو الوحيد من منفذي هجمات باريس في نوفمبر من العام 2015 الذي ظل على قيد الحياة واشترك بعد خمسة أشهر في تخطيط وتنفيذ هجمات بروكسيل مع دات الخلية الدعشية قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح إنه بحث أمس في قطر مع أميرها الشيخ تميم بن حمد الثاني المسجدات الراهنة في ليبيا بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية صالح نقل عن أمير قطر تأكيده خلال الاجتماع على موقف قطر تجاه الشعب الليبي ودعم خياراته من أجل وحدة ليبيا واستقرارها أظهر الصور وزعها ديوان الأميري القطري حضور بالقاسم نجل المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الاجتماع الذي قالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية إن صالح أطلع الأمير خلاله على آخر تطورات الأوضاع في ليبيا هذا ويزور رئيس حكومة الوحدة الليبية المنتهي ولياته عبد الحميد الدبيبة السنغال على رأس وفد وزاري للقاء رئيسها الرئيس الحليل للاتحاد الأفريقي تأتي الزيارة عقب تعيين السنغالي عبدالله باتيلي رئيسا لبعثة الأمم المتحدة والمبعوث الأممي الخاص لدى ليبيا الذي سبق واعترض الدبيبة عليه من المقرر أن يبحث الرئيس السنغالي مع الدبيبة الأزمة في ليبيا وخارطة طريق الانتخابات وجهود المصالحة الأفريقية بما في ذلك عقد مؤتمر للمصالحة برعاية الاتحاد الأفريقي تصدر مشهد ظهور الأميرين ويليام وهاري معا برفقة زوجتيه ماكيت ميدلتون وميغان ميركل في وينسر عنوين الصحف البريطانية بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية اعتبرت أن الحزن جمع شملهم في إشارة للتغير الذي قد يجرى على العائلة الملكية ما بين معترك أحزانهم على الملكة الراحلة ومرسيم ملكية بتنصيب تشارلز الثالث ملكا على بريطانيا يعيش المدنيون مشاعر معقدة في بلد يشهد حقبة تاريخية وعهدا مختلفا هنا بدت التساؤلات تطفو وتقارن بينهما إليزابيث وتشارلز الذي ارتدى عباءة الملك وتسلم إرثها لتصبح كل من المملكة المتحدة وأربع عشرة دولة تحت سلطته تفاؤل شهده البريطانيون مع قدومه فيما ضجت الصحف المحلية بالأربعين دقيقة التي ظهر فيها الأشقاء هاري وويليام برفقة زوجتيهما حينما اجتمعوا على الوداع ففي النوائب تضع الخلافات جانبا صحيفة The Mail on Sunday في أولى صفحاتها أشارت إلى أن الحزن لما شملهم أمام قصر وينتسور مشهد تصدر العناوين خاصة وأن أركانه لم تكتمل منذ عامين أما صحيفة الانديبندنت قالت إن الأخوين اجتمعا على بكاء الجدة حتى إن صحيفة The Sun عنونت أفراد العائلة المالكة المتناحرة باتوا أربعة في واحد وتابعت في مقالها أن هذا المنظر يسعد المالكة وهي في السماء وعلى ما يبدو فإن أفراد العائلة المالكة قد يصلحون العلاقات خاصة وأن تشارلز أعرب عن حبه لهاري وميغان في أول خطاب له من قصر باكينجهام لكن صحيفة The Sun ذهبت إلى رأي مختلف محذرة من أنه لم يكن إلا هدنة مؤقتة فجروح الماضي لم تلتأم أي أن الخلاف الذي شب بينهما ما زال قائما وبموجب استلام الجد العرش أصبح من حق أبناء هاري وميركل أن يمنح الألقاب الملكية تلقائيا وفق البروتوكولات التي يعود تاريخها إلى الملك جورج الخامس إسراء الصغير الحدث تربط إسكتلندا وبريطانيا علاقات تعود إلى قرون نالت اهتمام ملوك بريطانيا خاصة الملكة الراحلة إليزابيث الثانية التي كان لها مواقف خاصة من إسكتلندا بينها الاستفتاء للاستقلال العلاقة بين التاج البريطاني وأقليم إسكتلندا تتجاوز بمراحل ما جاء في هذا الفيلم الشهير وخاصة في عهد الملكة الراحلة إليزابيث الثانية والعهد الجديد لخليفتها تشارز الثالث الذي ظهر عشرات المرات مرتديا التنورة الإسكتلندية الشهيرة إسكتلندا واحدة من أربع دول تشكل معا المملكة المتحدة هي إنجلترا وإسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية ورغم توحيد البلدين في العام 1707 إلا أن إسكتلندا حافظت بشكل كبير على هويتها الخاصة بل وسعت للحصول على الاستقلال من خلال استفتاء في عهد الرئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون لكن الغالبية تصوتت لصالح البقاء ضمن التاج البريطاني الملكة إليزابيث الثانية التي توفيت في قصرها المفضل في بالمورال كانت لها مواقف خاصة من إسكتلندا فهي لم تتغيب أبدا عن قضاء العطل والمناسبات العائلية في قصر بالمورال حتى وسط السجالات السياسية الحادة بشأن مستقبل إسكتلندا وهي عبرت خلال تلك الأزمات عن ثقتها بأن الإسكتلنديين سيتوحدون بروح من الاحترام المتبادل وأن نتيجة الاستفتاء سيتم احترامها في كل المملكة المتحدة مهما كانت المعركة السياسية التي شهدتها إسكتلندا حول الاستقلال ربما تؤجج مشاعر متضاربة سيخفيفها تفهم مشاعر الآخرين أهمية سكتلندا للتاج انعكست أيضا في صياغة خطة خاصة للتعامل مع وفاة الملكة في حال كانت الوفاة في سكتلندا الخطة التي سميت بخطة يونيكون تشمل نقل الجثمان من قصر بالمورال إلى قصر هولي رودهاوس في أدنبرا المقر الرسمي للملك البريطاني في سكتلندا هناك سيزجى الجثمان اليومين لإعطاء الفرصة للمشيعين لإلقاء النظرة الأخيرة عليه كما تقام عليها صلوات يحضرها الملك وبعدها ينقل الجثمان إلى لندن حيث مثواها الأخير جاسم محسن العربية ختم هذه النشرة مشاهدينا إلى اللقاء شكرا